موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله مشاهدين الكرام من الرافدين كيف نشأت المدارس النظامية في عهد الدولة السلجوقية وما أهدافها ومن أبرز أعلامها وكيف تطور النثر والشعر في العصر السلجوقي ومن أبرز العلماء في ذلك العصر سنناقش ذلك في حلقة لسان العربي لهذا الأسبوع بعنوان اللغة العربية في تركيا وبلاد المشرق الإسلامي في الجزء السادس أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد في لسان العربي من الرافدين ونذكر بموضوعنا هذا الأسبوع اللغة العربية في تركيا وبلاد المشرق الإسلامي الجزء السادس نرحب بدلا بضيفنا الأستاذ الدكتور حمدي بخيت أستاذ اللغة العربية بجامعة جيريسون التركية حياكم الله ومرحبا بكم أستاذنا حياكم الله وبياكم وأهلا وسهلا ومرحبا ونرحب أيضا بضيفنا عبر الأقمار الصناعية من إسطنبول دكتور محمود بن راس عضو هيئة التدريس بجامعة جيريسون التركية حياكم الله ومرحبا بكم دكتور محمود أهلا وسهلا بكم ومرحبا وسيكون معنا أيضاً لاحقاً عبر سكايبين جيرسون دكتور حسين جولاق عضو هيئة التدريس بجامعة جيرسون التركية دكتور حمدي حدثنا بدءاً متفضلاً عن المدارس النظامية في عهد الدولة السلجوقية وما أهدافها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وابع في الحقيقة اهتمت الدولة السلجوقية بنظام التعليم اهتماماً كبيراً ونقل التعليم من المسجد إلى المدرسة لكن المؤرخين مختلفون هل نظام المدرسة بدأ في هذا العهد أو بدأ قبل ذلك يعني لو نظرنا إلى كتب التاريخ نجد أن المدرسة ظهرت قبل العهد نظام الملك السلجوقي من ذلك يذكر الدكتور الصلاة بأن المدرسة في أول ظهور لها كان في أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث الهجري هذه المدرسة هي مدرسة الإمام أبي حفص الفقيه البخاري المتوفى سنة سبعة عشرة ومئتين من الهجرة ثم تشير المؤشرات التاريخية إلى أن مدينة نيسابور كانت رائدة المدن الإسلامية في إنشاء المدارس هذا بالنسبة للمشرق الإسلامي نعم أنشأها الإمام أبو حاتم محمد بن حبان التميمي الشافعي المتوفى سنة أربع وخمسين وثلاثمائة من الهجرة في مدارس كثيرة أنشئت قبل المدرسة النظامية مثل مدرسة ابن حبان ببداية قرن الرابع الهجري حوالي سنة خمس وثلاثمائة من الهجرة مدرسة أبي الوليد قبل سنة تسع واربعين وثلاثمائة من الهجرة مدرسة أبي منصور محمد بن عبد الله بن حمد المتوفى سنة ثمانين وثلاثمائة من الهجرة والمدرسة الصادرية التي أنشأها الأمير شجاع الدولة صادر بن عبد الله متوفى سنة إحدى وتسعين وثلاثمائة من الهجرة في مدينة دمشق المدرسة التي شيدها أبو بكر بن فورك المدرسة السعدية بني سابور مدرسة أبي بكر البوستي المدرسة البيهقية بني سابور مدرسة إمام أبي حنيفة التي أسسها أبو سعد ابن المستوفي المتوفى سنة 94 و 400 هناك مدارس كثيرة سبقت المدارس النظامية لكن ما أسباب إنشاء المدارس النظامية السبب المباشر لإنشاء هذه المدارس هو القضاء على المد الشيعي الباطني الإسماعيلي في ذاك الزمان نعم الذين كانوا يقتلون المسلمين من أهل السنة وقد خرجوا بفكرهم الباطني عن الإسلام بالكلية وقد أجمع المؤرخون على أن الازدهارة الحقيقية لإنشاء المدارس في التاريخ الإسلامي كان في عهد الوزير السلجقي أو السلجقي نظام الدولة هذا الذي توفي سنة 85 و 400 من الهجرة وكان لهذه المدارس أهداف عظيمة يعني من هذه الأهداف تحقيق العبودية الخالصة لله عز وجل الأداء الأمثل للتكاليف الشرعية المختلفة إعداد الإنسان الصالح بنفسه المصلح لغيره توفير الجو العلمي الذي يساعد على التفكير والتأليف والابتكار العمل على توسيع الأفق الفكري لدى الطلاب إعداد العلماء من أهل السنة المؤهلين لممارسة الأعمال المختلفة في الدولة نشر الفكر السني ليواجه التحديات الفكر الباطني هذه أبرز أهداف المدرسة السلجقي نعم إيجاد ضائفة من الموظفين السنيين ليشاركوا في تيسير مؤسسات الدولة وإدارة دواوينها جميل نعم إذن بعد الحديث عن المدرسة النظامية نجدد ترحيبنا طبعا بدن بيدكتور محمود بن راس حدثنا متفضلنا دكتور محمود عن تطبر النثر الأدبي في العصر السلجقي نعم شكرا جزيلا أستاذ الكريم طبعا كما ذكرنا سابقا العصر السلجقي عرف ازدهارا معرفيا كبيرا وهو امتداد للإزدهار المعرفي الذي عرفته الدولة العباسية إضافة إلى الحركية العلمية التي كانت على هوامش المركز الدولة الإسلامية الذي هو الدولة العباسية أو بغداد الهوامش نقصد بذلك مثلا نيسابور خرسان ومثلا الدول البويهيين الزيارين وغيرها ازدهارت المعارف بشكل عام وفي تلك الفترة ازدهار النثر بشكل خاص ازدهار النثر في المناطق التي يحكمها العنصر غير العربي أو التي يسكنها العنصر غير العربي أمر منطقي ومعقول جدا لماذا؟ لأن النثر يكون تلقيه أسهل من الشعر بالنسبة للعنصر غير العربي في هذه المرحلة بصفة خاصة اشتهر ما يسمى بفن المقامات حركية فن المقامات وإن كانت قد بدأت قبل السلاجقة بزمن ليس بالبعيد مع ابن فارس وبديع الزمان الهامذاني لكن في فترة السلاجقة اشتهرت بشكل غير عادي مقامات الحريري المشهورة التي نعرفها جميعا ممكن سبب اشتهار هذه المقامات بشكل خاص هو أن كثير من الأحداث فيها تدور في المناطق التي يسكنها الأتراك والعثمانيون لكن الحريري عفوا دكتور محمود هو عربي نعم الحريري هو في الأصل بصري لكن مقامته اشتهرت في العصر السلجوقي بشكل كبير كما قلت خاصة أن الكثير من الأحداث هذه المقامات تدور في هذه المناطق التي يحكمها العنصر التركي أو الفارسي إضافة لما كنا قد ذكرناه قبل قليل هو أن المقامات كما نعرف هي عبارة عن قصة تكون مسبوكة في جمل قصيرة تكون عبارة عن مجلس أو مجلس على الأكثر هذا المنطق اللغوي هو ليس منطق النثر العربي العادي لأن الجمل في اللغة العربية عادة ما تكون طويلة لكن نجده عند المنطق اللغوي عند غير العرب خاصة عند الأتراك الذين الجمل في كلامهم تكون قصيرة وربما هذا من أسباب التلقي السهل لهذه الأجناس لهذا النوع من الفنون إذا أردنا أن نعطي أمثلة على المقامات التي كتبت في هذه الفترة بالضبط وفي هذه الجغرافية بالضبط لدينا كاتب تركي هو في الأصل اسمه الحصفكي نسبة إلى حصن كيفا في منطقة ديار بكر التركية كتب مقامات كذلك نجد عبد الله الخوارزمي له كذلك مقامات لكذلك من أشهر المقامات في هذه الفترة مقامات محمود جار الله الزمخشري الذي بضضب صاحب الكشاف لديه كذلك مقامات موجودة ومطبوعة لدينا كذلك حميد الدين البلخي كذلك لديه مقامات باللغة العربية واللغة الفارسية وهذا يؤكد النظرية التي ذكرناها قبل قليل وهي أن تلقي المقامات يتطابقوا أو المقامات في المقامات يتطابقوا مع المنطق اللغوي للعنصر غير العربي خاصة التركي والفارسي وشعت أيضا الكتابة الديوانية بضبط هذا الغريب الأمر هو أنه في هذه المنطقة قد اشتهرت الكتابة الديوانية لدى ابن العميد خاصة في زمن البويهين لكن جاء الدور على المقامات لتغطي على الكتابة وكأن لكل فن فترته أو زمنه الذي يشتهر فيه ثم يأتي فن الآخر ويزحه أو يدفعه وهي سنة التدافع الإنساني الكوني الذي نعرفها جميعا نعم دكتور محمود إذن دكتور حمدي من أعلام هذه المدرسة المدرسة النظامية أبو إسحاق الشيرازي وحدثنا عنه عن كتابه النكت في الحقيقة المدرسة النظامية خرجت مجموعة من كبار العلماء والإمام أبو إسحاق الشيرازي هذا يعني درس بالمدرسة النظامية مجموعة من العلماء في شتى التخصصات هذا الولد أو نعرف أولا به هو شيخ الإسلام أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيرو زبادي الشيرازي الشافعي الملقب جمال الدين نزيل بغداد ولد بفيرو زباد هي بالكسر في معظم الكتب المعجمات ما عدا الزبيدي في تاج العروس تجوز الفتح ما عدا ذلك الذين كتبوا في جمرافيا التاريخية قالوها بالكسر يعني إما في روزباد أو في روزباد لكن الأشهر بالكسر خصوصا عند النسب خاصة عند النسب نعم صحيح ولد سنة 93 و300 ونشأ بها وقيل سنة 95 وقيل سنة 96 تفقها على جماعة من الأعيان ولزم أبو الطيب الطبري كثيرا وبرع وصار معيداه نظام المعيد المتفوق الطالب المتفوق يصير معيدا لأستاذه هذه مهنة قديمة أو درجة قديمة من درجات العلمية وثم في العصر الحديث صار المعيد وإن كان المعيد الآن ليس مثل القدماء نعم لأن المعيد في القدماء كان متمكنا لأنه يعيد ما يقوله الأستاذ يعني يفهم ما يقوله الأستاذ فهما يعني جيدا نعم طبعا عندما أنشأ نظام الملك مدرسة نظامية بغداد طلب منه أن يتولاها طبعا تمنع أولا ثم أجاب ثانيا يقول عنه السمعاني هو إمام الشفعية ومدرس النظامية وشيخ العصر رحل الناس إليه من كل من البلاد وقصدوه وتفرد بالعلم الوافر مع السيرة الجميلة والطريقة المرضية صنف في الأصول والفروع والخلاف والمذهب وكان زاهدا ورعا متواضعا ظريفا كريما جوادا طلق الوجه دائما البشر مليح المحاورة نعم يقول هو عن نفسه في موضوع القياس يقول كنت أعيد كل قياس ألف مرة قياس أصول نعم فإذا فرغت أخذت قياسا آخر على هذا وكنت أعيد كل درس ألف مرة فإذا كان في المسألة بيت يستشهد به حفظت القصيدة التي فيها البيت جميل نعم نأتي الكتاب الكتاب طبعا في علم الاختلاف وعلم الاختلاف وخاصة مشهور بين الحنفية والشافعية لأنه كان بلاد المشرق كان الغالبية إما شفعية أو حنفية في بلاد المشرق صحيح نعم يعني فيه اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى اختلاف أبي حنيفة والأوزائي اختلاف الشفعية من محمد بن حسن اختلاف الشفعية مع مالك فيه أيضا اختلاف الفقهالة بجعفر الطحاوي التجريد القدوري تأسيس النظر الدبوسي الخلافيات للبيهقي إلى أخير من كتب كل كتب من الاختلاف نعم بين الحنفية والشفعية النكت كان أيضا كتاب في علم الاختلاف بين الشفعي وابي حنيفة حصر المؤلف فيه مسائل الخلاف بين الحنفية والشفعية في كتابه وقسمه إلى كتب كل كتاب تضمن مسائل يعني كتاب الحيض كتاب الصلاة كتاب الصيام كتاب الحج إلى آخره طريقته في عرض المسائل المختلف فيها يبين رأي الشفعية فيها فإن كان المذهب فيه اختلاف ذكره ثم يذكر رأي الحنفية يذكر الأدلة على تقرير مذهبه النقلية وعقلية يحتج للشفعي على مذهبه بقوله لنا ثم يذكر حجة أبي حنيفة بقوله قالوا أو احتجوا له أسلوب بعيد عن التعصب كان بعيد أسلوب علمي وهذا الأسلوب هذا الكتاب ذكرته لأن أبا البركات ابن الأنباري أفاد من شيقي هذا في أن وضع كتابه الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحات البصرين والكفلين على نمط هذا الكتاب نعم دكتور محمود نرجو منك الاختصار متفضلا حدثنا عن تطور الشعر في هذا العصر في عصر السلاجقة شكرا أستاذ المحترم طبعا نحن ذكرنا فيما سبق أن العصر السلجوقي عرف ازدهارا معرفيا كبيرا لكن النقطة التي تعتبر نقطة سلبية أردنا أن نسميها بذلك مع التحفظ على المصطلح وأن الشعر باعتبارا من زمن السلاجقة بدأ يركض بدأ يركض يعني نلاحظ نوع من الركود فيما يتعلق بالشعر خصوصا خاصة أن المرحلة التي تلقته كانت مرحلة الذروة التي عرفت شعراء عظام مثل المتنبي والصاحب بن عباد وغيره لذلك تصعب المقارنة بين الفترة السابقة والفترة التي حكم فيها السلاجقة وكما ذكرت خاصة إذا أردنا أن نبحث عن إبداع جديد على مستوى الأغراض أو على مستوى الألفاظ أو على مستوى البلاغة فإننا لن نجد شيئا جديدا إلا ما يسمى في يومنا الحاضر بالدوبيت أو الرباعيات بالضبط التي اشتهرت في تلك أو ظهرت في تلك الفترة كإضافة جديدة على مستوى الشكل وليس على مستوى الألفاظ أو الأغراض أو حتى البلاغة وطبعا في هذا الصدد لدينا الشاعر المعروف الذي يعرفه الجميع وهو عمر الخيام الذي أدخل هذا الفن أو اشتهر بهذا الفن في هذه الفترة ونسج على نسقه الكثير من الشعراء العرب كما قلت لا نستطيع أن نجد شعراء كبارا في هذه المرحلة لنعدهم من فتاح للشعراء إضافة إلى ذلك الشعراء الذين ظهروا في تلك الفترة لا نستطيع كذلك أن نعتذرهم من عيال الشعر لكن قررس أكثر من الشعر هنا لدينا مثلا لدينا علي النسابوري لديه ديوان الشعر لدينا كذلك شعر آخر الباخرزي أنا أشير بشكل خاص إلى الجغرافيا وإلى الزمن الباخرزي كان مقربا كذلك من الوزراء لدينا كذلك شعر آخر الأمير المعزي نال في زمانه في تلك المنطقة لقب أمير الشعراء لدينا كذلك من شعراء الربعية الذين اشتهروا بشكل كبير عمر الخيام كما ذكرت سابقا من الشعراء المشهورين الأبي وردي الذي يعني يعتبر شعره مهما كذلك في هذه المرحلة لكن حسب رأيي في مرحلة السلاجقة في زمن في دولة السلاجقة أشهر شاعر على الإطلاق يمكن أن نعتبره الطغرائي صاحب لامية العجم التي قابل بها لامية العرب للشعراء نعم دكتور حمدي يعني باختصار شديد جدا قبل فاصل ديوان العرب لو تفضلتم الدين وري حدثنا عنه كتاب ثمار الصناعة نعم هو أبو عبد الله الحسين بن موسى بن هيبة الله الدين وري المعروف بالجلس النحوي أكثر أبو حيان في كتابه تذكرة النحمن النقل عنه وله كتابان آخران وتوفي سنة تسعين وأربع مائة من الهجرة الكتاب في النحو وكتبه تلبية لأحد طلابه يعني يقول فإنك أيها الولد البار والتلميذ السار والأخ الشفيق والصديق الصدوق أم تعني الله بخالص ودادك وثبت لي ما ألفته من حسن اعتقادك قصدتني في أن أمل عليك كتابا ينظم أصول علم العربية وجمله وما لا يسع المتأدب فيه أن يجهله واقترحت علي أن أوديعه منه ثمارا وعقودا وأقتضب له فيه أعدادا وحدودا وأن أعدل عن الاستشهاد والتمثيل ولا أتشاغل ببسط الخلاف والتعليل بل أجعله كالتذاكير والجوامع المجتملة بإيجاز عن الفوائد والمنافع رجاء أن يكون أقرب إلى أن يتناوله حفظك إلى آخره يعني يشبه متنا نحويا لكنه متن يعني فيه زبد النحو و تكلم فيه عن تعريف النحو في الاصطلاح و في اللغة و تكلم عن علل النحويين و حصرها في 23 نوعا نعم إذن مشاهدين الكرام فنتوقف مع وقفة قصيرة في ديوان العرب ستكون هذا الأسبوع مع الشاعر الطغرائي و هو الوزير السلجوقي و عن قصيدته الشهيرة لامية العجم الطغرائي الوزير السلجوقي العميد أبو إسماعيل الحسين بن علي الدؤلي الكناني المعروف بالطغرائي شعر وأديب و وزير و كيميائي ولد في أصفهان لأسرة عربية الأصل من أحفاد أبو الأسود الدؤلي الكناني برع في الكتابة والشعر وصار وزيرا للسلطان مسعود بن محمد السلجوقي صاحب الموصل ثم تولى وزارة ديوان الإنشاء من أشهر قصائده لامية العجم قال فيها أصالة الرأي صانتني عن الخطلي وحلية الفضل زانتني لدى العطلي فيما الإقامة بالزوراء لا سكني بها ولا ناقتي فيها ولا جملي رضى الذليل بخضض العيش مسكنة والعز عند رسيم الأينق الذلولي إن العلا حدثتني وهي صادقة فيما تحدث أن العز في النقل لو أن في شرف المأوى بلوغ مناً لم تبرح الشمس يوماً دارة الحمل أعلل النفس بالآمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمني لما أرتضي العيش والأيام مقبلة فكيف أرضى وقد ولت على عجلي ما كنت أوثر أن يمتد بزمني حتى أرى دولة الأوغاد والسفلي فاصبر لها غير محتال ولا ضجر في حادث الدهر ما يغني عن الحيلي ترجو البقاء بدار لا ثبات لها فهل سمعت بظل غير منتقلي ويا خبيراً على الأسرار مطلعاً أصمت ففي الصمت من جات من الزللي قد رشحوك لأمر إن فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل أهلاً بكم مشاهدينا الكرام من جديد في لسان العربي من الرافدين نذكر بموضوعنا هذا الأسبوع اللغة العربية في تركيا وبلاد المشرق الإسلامي في الجزئي أسدس نرحب مشاهدينا الكرام بضيفنا عبر سكايب من مدينة جيرسون دكتور حسين جلاق عضو هيئة التدريس بجامعة جيرسون التركية حياكم الله مرحباً بكم دكتور مرحباً وأسلمكم من مدينة جيرسون لحفاوة ومشاهدنا الكرام أهلاً وأسلم بك دكتور حسين يعني من أعلام هذه الحقبة في التاريخ ونحن نتحدث عن العصر السلجوقي هو تقيود دين البركوي ولا أعلم أن نطقت اسمه صحيحاً صحح ليه دكتور حدثنا عنه وعن أبرز إسهاماته في اللغة تفضل دكتور الإمام بركوي شهيراً بهذا اللقب هو تقيود دين محمد أفندي هو عاش في بداية القرن السادس عشر وهو ولد في مدينة بل كسير حالياً في إقليم مرمرة قريبة من إسطنبول وهو عاش في الأحتي السلطان قانوني البركوي التقييد المحمد أفندي بالتركيا نحن نقول محمد أفندي ولكن الشهير بركوي أو الإمام بركوي هو درس عند أبيه أول شيخ كان أبيه ودرس عنده اللغة العربية والفقه والمنطقة والشعر كل ما يحتاجه للعلوم الإسلامية ثم هو انتقل إلى إسطنبول وهو انتحق المدارس الأثمانية في إسطنبول حالياً في آن ذاك له شخصية علمية قوية وهو شجاع وهو يتمايز بشجاعه مثلاً في عهد سلطان قانوني وهو بدأ النقاش مع الشيخ الإسلام أبي السعود أفندي لأنه كان بعلمه ورغبة على اللغة العربية وهو أيضاً يهتم بالعلوم الدين كلها وهو كان ضد الإخرافات وناقش مع الشيخ الإسلام بهذا الموضوع ورغبة على اللغة العربية منذ سغارهي قبل هذا أنا أريد أن أتحدث بالجمع لماذا؟ متى بدأت علاقة الأتراك باللغة العربية؟ إنما تصفحنا صفحة التاريخ نقول علاقة الأتراك مع العرب يعني يدور حتى عباسيين أول مرة العرب والأتراك اتحدى في معركة تلاسك انضلعت بين الصين والعباسيين وبعد هذه المعركة بدأت الأتراك اعتناق بالإسلام باعتناق بالإسلام هم استقبلوا اللغة العربية حفا وتنبى اعتبروها أنها لغة الدين الجديد وتعلمه وتعلمها وتعلمها واجغني كل المسلم وجعل السلاتق واللغة العثمانيين اللغة العربية اللغة إجبارية ورسمية للمدارس العثمانيين مثلا بعض الدول التركية مثل القزنويين هم جعل اللغة العربية لغة رسمية فأما برقوي هو ألف كتبا متعدددا في مجات العربية ساماتي اللغة العربية نعم تفضل دكتور نعم وهو درس الكتب مكتوبة من قبله ورأى عنده بعض الصعوبات للتعامل العربية لأنه هو يعني نحن الأتراك ندرس اللغة العربية لغة الناتقين بها وهو ألف الكتب عديدة مثلا أول تأليفه في القاموس تركي عربي هناك القاموس اسمه مشهورة بالتركية فارشته هو القاموس بالعربي القاموس ابن فارشته ألف من قبل ابن ملك ابن ملك شرح هذا القاموس وهذا القاموس يتكون من 22 فصلا وهو شرح هذا وهناك حوالي 1500 كلمة مشتركة بين التركية والعربية وهذه الكلمة موجودة في القرآن الكريم وهو عاطى مراتف هذه الكلمات في تركيا هناك أيضا هو ألف كتاب اسمه رسالة في الصرف وشخصيته العلمية مختصة لعلم النحو والصرف لأن العثمانيين يقولون الصرف الملعربي ونحو أبوها لذلك ركزوا على تعلم هذين الماتتين للطلاب لتفهيم القرآن الكريم وسنة النبوية وهو ألف كتاب اسمه رسالة في الصرف إنه بلخص الكتاب المشهورين اسمه مقصود وبناء هذين الكتابين مكتوبتان على علم العلم الصرف وهو لخص المواضع وعات نموذج وهذا الكتاب كان تجزي لكتابه على علم الصرف اسمه الكفاية المبتدية وأيضا لخص العوام النحوية وكانت له إسامات عديدة في اللغة حقيقة نشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة عبر أسكاب من قريسون دكتور حسين جولاق وعضو هيئة تدريس بجامعة قريسون تركية شكرا جزيلا لك مرة أخرى على عفوة أشكرك أنا سلام بك إذن نعود لدكتور محمود لنكمل دكتور محمود كنا في فاصل ديوان العرب وقد عرضنا قصيدة لامية العجم لطغرائي حدثنا عن هذا الشاعر والأديب الطغرائي وبالأخص حدثنا عن قصيدتي الشهيرة لامية العجم ولما سميت بذاك شكرا جزيلا أستاذي المحترم طبعا نحن نتحدث عن شاعر كبير ورجل سياسة عظيم كذلك الذي هو الطغرائي الذي يسمى بالعميد وفخر الكتاب طبعا يرجع نسبه رغم أنه كان رجل سياسة في الدولة السلجوقية ذات الهوية التركية لكنه في الأصل يعود نسبه إلى أبي الأسود الدؤلي هو طبعا ولد في أصبهان في القرن منتصف القرن الخامس الهجري هو يعود دؤلي يعني أصلا بصري عربي بالضبط هو أصله عربي لكنه ولد بأصبهان ونشأ فيها لذلك نستطيع أن نعوده متعدد الجنسيات وهذا من جمائل وفضائل أو الإضافات التي قدمها لنا الدين الإسلامي قلت هو اشتغل في ديواني الطغراء في الدولة العباسية يمكن أن نعودها المهر مهر الدولة التي نجد فيها ألقاب السلطان وصفاته تختم بها الوثاق الرسمية للدولة طبعا كان رجلا مبرزا في الدولة ولكن كما نعرف جميعا بسبب الدسائس الكثيرة التي تحدث في داخل دوالي بالحكم اضطر إلى الفرار بنفسه ورغم ذلك لوفقت له بعض التهم وقتل بسببها الطغراء عاش في حياته محنا كثيرة هذه المحن لخصها في قصيدة خلدها لنا التاريخ بما يسمى بيلامية العجم لماذا سميت بيلامية العجم؟ نحن في التراث العربي لدينا لمية اللامية الأولى لامية العرب التي تعود إلى الشنفرة التي يمكن عدها على شكل المعلقات هو من الصعاليك يعني بالضبط الشنفرة نعم الشنفرة هو من شعراء الصعاليك الذين كانوا إن صحت العبارة تسكعون في الصحاري لم يكنوا يعيشون حياة المدن الشنفرة كتبنا قصيدة هي من أروع ما كتبه في التراث العربي لخص لنا فيها حياة 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 الصعاليك بالأسلوب التي عهدناه في الشعر الجاهلي يعني المقدمة المقدمة الطلالية مع ملاحظة الفروق بين الشعر الصعاليك والشعر الجاهلي بصفة خاصة رغم ذلك بناء القصيدة قريب قريب النوع بعض الشيء يعني المقدمة الطلالية أو الغزلية ثم مثلا صيد والوصف بالضبط ثم الغزل أو عند الصحاليك الصيد ووصف الناقة والراحلة ثم الحكمة ثم في نهاية المطاف يعني التجربة الشخصية التغرائي بنفس الطريقة كتب لنا لامية قابلة فيها كما يسمى في الأدب لامية العرب حيث أن تغرائي هذه القصيدة لخص فيها حياته ومعاشه من تقلبات وشرح لنا فيها كيف جارت عليه الدنيا وكيف جارت عليه الأيام يشكو بالضبط كان يشكو همه ويشكو فقره وكيف افتقر بعض غنا وغيرها كتبها في بغداد لامية العجل بالضبط كتبها لما كان هاربا فارا في بغداد لكن الدسائسة وصلته إلى بغداد وفتكت به في النهاية مع الأسف باختصار إذا أردنا أن نتحدث عن الأسلوب اللامية بصفة مختصرة طبعا هو بدأها بالغزل ثم ثناها بالشكوى ثم ذكر شيئا من حكمه كذلك فيما يتعلق بالأسلوب لامية العرب لماذا كتبها لها هذا الخلود لأنها لم تكن مكتوبة بلغة مستغربة كما هو الشعر الجاهلي كذلك لم تكن مكتوبة بلغة مبتدلة بحيث يستهجنها المتدوق لللغة العربية والمتمكن فيها صحيح ذلك أصبحت خالدة نعم منولة دكتور حمدي وباختصار لتفضلتم محددنا عن الإمام الغزالي وعن كتابه الجامل العوام عن علم الكلام الإمام الغزالي حجة الإسلام زين الدين أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي الغزالي أو الغزالي تخفيفه وتشديد تخفيفه وتشديد صاحب التصانيف والذكاء المفرط ولد سنة خمسين وأربعمائة وتوفي سنة خمسين وخمسمائة من الهجر وليس عربي الأصل نعم طوسي نعم طوسي نعم تلمذى لإمام الحربي ولازمه فترة طويلة وألف في حياته كتاب المنخول الذي فاق فيه أستاذه حتى قال له لقد قتلتني أما صبرت حتى أموت وتؤلف يعني دلال على ذكائه وعلى علمه وألف في أمور كثيرة ومدحه العلماء وأثنوا عليه ابن كثير تكلم فيه كلاما جميلا وابن الجوزي وغير هؤلاء طيب وله كتب كثيرة وهو طبعا من المعرفة بمكان لكن كتابه هذا يحتاج إلى وقفة أو وقفة نعم لأنه مهم جدا إلهام الجام العوام عن علم الكلام خاصة ما يخص ما يسمى بالصفات الخبرية اللي هو مثلا نسبة اليد أو القدم أو الساقي أو الاستواء أو كذا إلى الله عز وجل فيما يشبه المخلوقين وهذا يعني الأصل اللا يخاض فيه وإنما تدرس هذه الأمور في أماكن الدرس ولي تكلموا فيها العم نعم فألف كتابه هذا ولذا يقول في المقدمة قد سألتني أرشدك الله عن الأخبار المهمة للتشبيه عند الرعاع والجهال من الحشوية والضلال الصورة واليد والقدم والنزول إلى أخرين أنه يرد في المشبهة نعم هو قال يعني الكتاب جعله في ثلاث أبواب باب في بيان حقيقة ماذا بالسلف في هذه الأخبار باب في البرهان على أن الحق فيه مذهب السلف وأن من خلفه هو مبتدع باب في فصول متفرقة نافعة في هذا الفن وضع ضوابط عامة للعوام رائعة جدا نعم هذه الضوابط يقول فأقولوا حقيقة مذهب السلف وهو الحق عندنا نعم أن كل من بلغه حديث من هذه الأحاديث من عوام الخلق يجب عليه سبعة أمور نعم نعم التقديس نعم ثم التصديق ثم الاعتراف بالعجز ثم السكوت ثم الإمساك ثم الكف ثم التسليم لأهل المعرفة التقديس يعني به تنزيه الرب عز وجل عن الجسمية وتوابعها نعم للأسف دكتور الوقت قد دهمنا دكتور محمود لو تفضلتم باختصار شديد أنا أمكن بدقيقة ودقيقة ونصف يعني حدثنا عن الشخصية المثيرة التي كنت قد ذكرتها في الرباعيات وهو عمر الخيام تفضل شكرا جزيلا أستاذ المحترم عمر الخيام حقيقة هو من أكثر شخصيات إثارة للجدل منذ زمنه إلى غاية يومنا هذا ولا تزال النقاشات تضور حوله لماذا؟ لماذا؟ لأنه كان شخصية معقدة في تركيبه وفي تكوينه وفي تراثه حيث أنه يعني أديب وفيلسوف وفلكي إضافة إلى لما نقرأ نصوصه الموجودة التي وصلتنا فيها الكثير من الأسئلة المتناقضة التي تثير كثير من التساؤلات حول شخصية وعقلية وتوجه هذا الرجل عمر الخيام نحن نعرفه من خلال رباعياته خاصة في الأدب العربي ترجمت إلى لغات كثيرة وترجمت إلى اللغة العربية بترجمات مختلفة هو شعره فارسي يعني بضب وفي الأصل كان يتقن اللغة العربية واللغة الفارسية هو كان من ندماء مالك شهب ابن ألب أرسلان القائد السلجوقي الشهير وكان كذلك صديقا للنظام الملك إذا أرضنا نتحدث عن الرباعيات بصفة مختصرة لماذا نتكلم عنها في سياق الأدبي العربي يقول كثير من النقاط أن الرباعيات وإن لم تكن في الأصل العربية هي مكتوبة بالفارسية ولكن مضمونها عربي يعني اليوم كذلك ينبغي أن نعيد النظرة في تعريف الأدب من حيث اللغة أو من حيث المضمون أو من حيث الجغرافيا أو غير ذلك من القواعد إضافة إلى أن الرباعيات أثرت كثيرا في الأدب العربي حيث نسج على منوالها وعلى طريقتها الكثير من الأدباء العرب لذلك لما نتكلم عن فن الرباعيات في الأدب العربي ضروري أن نتحدث عن عمر الخيام باعتباره رائدا في هذا المجال في ختم فقرة موضوع حلقتنا أيضا لهذا الأسبوع نشكر ضيفنا عبر الأقمار الصناعية من مدينة إسطنبول الدكتور محمود بن راسع و هيئة التدريس بجامعة جيريسون تركيا شكرا جزيلا لكم جزاكم الله و خير الجزائر العافو أهلا وسهلا بكم مرحبا أمل أن مشاهدين الكرام فنبقى مع وقفة قصيرة و فقرة من الذاكرة ستكون هذا الأسبوع مع أزمخ شري أمير البيان أزمخ شري أليس محمود بن عمر عمر ألقى أزمخ شري الكنية أبو القاسم ألفز مخشري كتبا عديدة أهمها المفصل في علم العربي ما أحجب أمر هذا البيت؟ هذا بيت الزمخ شري بني على شكل كتاب تخليدا لكتابه الشهير المفصل في علم العربي أهلا أهلا بكم تفضل هل أنت الزمخ شري لا أنا محمد النعساني الحلبي السيد نعساني مؤلف كتاب المفصل في شرح أبيات المفصل أصدت كنت كلما قرأت بيتا من الشعر في كتاب الزمخ شري عربت كلماته تفصيلا فتبع كتابي في ذي لكتابه ولهذا السبب أسكنني أهل النحو مع الزمخ شري في بيت واحد هو في الطابق العلوي وأنا هنا تفضل تفضل أسكنني شري الله أحمد على أن جعلني من علماء العربية وجبلني على الغضب للعرب والعصبية وأبى لي أن أنفرد عن صميم أنصارهم وأمتاز أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد في لسان العربي من الرافدين وقد وصلنا إلى فقرة البيان القرآني وعنوانها هذا الأسبوع اللغات في القرآن الكريم الجزء الثامن عشر حياكم الله إذن مشاهدين الكرام في البيان القرآني ونبدأ من قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها في سورة محمد ما معنى أقفالها هنا دكتور وما لغتها الحمد لله والسلام على رسول الله يذكر السيطي عن الجواليقي يقول بأن الأقفال فارسي معرب قفل أقفال مفردها قفل فارسي معرب الجواليقي يكمل كلامه يقول وعندنا أنه عربي من قولك قفل الشيء إذا يبس يعني السيطي نقل جزء بأنه فارسي معرب ولم ينقل بقيق كلام الجواليقي في اللسان ما يؤكد هذا الأمر بأنها عربية قفل الجلد يقفل قفولا وقفل فهو قافل وقفيل يبس وشيخ قافل يابس ورجل قافل يابس الجلد وقيل هو اليابس اليد إلى آخرها من المشتقات والأمور المختلفة فالقفل عربية يعني معناها هنا يبسة يعني وليس القفل ما هو أصلا هذا المعنى الأصلي المعنى الأصلي نعم ثم أخذ بعد ذلك ووضع على الآلة لأن فيها شدة كان القلوب مقفولة نعم هكذا المعنى نعم جميل أيضا من ذلك مشاهدين أكرام في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين في سورة العراف بأي لغة دكتور القمل وما معنىها أيضا نعم السيطي يقول قال الواسطي هو الدبى بلسان العبرية والسريانية قال أبو عمر لا أعرفه في لغة أحد من العرب وعن سعيد بن جبير أنها السوس وهي الدابة التي تكون في الحمطة ويسمى قملا بفتح فسكون وبذلك قرأ الحسن قيل هو صغار الجراد الذي هو الدبى يعني هناك قرأة بالقمل من قرأة الشاد نعم أو الجراد وبكل فسرت الآية في اللسان والقمل صغار الذر والدبى وقيل هو الدبى الذي لا أجنحة له وقيل هو شيء صغير له جناح أحمر قال الفراء يجوز أن يكون على موضوع فأرسلنا عليهم الجراء الطفان والجراد والقمل ابن الكريم قال في هذه القمل الجنادب وهي الصغار من الجراد وحدتها قملة قال الفراء يجوز أن يكون واحد القم القامل مثل راكع وركع وصائم وصيم إلى آخر من هذا الكلام اللغويون يذكرون اشتقاق الكلمة بأمورها المختلفة فلذا الكلمة عربية ولذلك يقولون قمل رأسه بالكسر قملا كثر قمل رأسه وقمل بطنه ضخم وقمل العرفج قملا اسود شيئا وصار فيه كالقمب اشتقاقات كثيرة يعني نعم إذن هي عربية عربية نعم صحيح إذن مشاهدين الكرام من ذلك أيضا في قوله تعالى في سورة النساء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن أردتم استبدال زوج مكان زوجي وآتيتم إحداهن قنطارا ما معنى القنطار هنا دكتور وما لغتها؟ السيطي يذكر عن الثعاليبي في فقه اللغة أنه بالرومية 12 ألف أوقية وقال الخليل زعموا أنه بالسريانية ملء جلد ثور ذهبا أو فضة وقال بعضهم إنه بلغة بربر ألف مثقال من ذهب أو فضة وقال ابن قتيبة ذكر بعضهم أنه ثمانية آلاف مثقال ذهب بلسان أهل إفريقية الجوليقي قال قال أبو بكر والقنطار معروف أبو بكر يعني ابن دوريد والقنطار معروف والنون فيه ليست أصلية يعني زائدة واختلفوا فيه في النهاية يقول وأحسب أنه معرب لكن الزمخشري يذكر كلاما يدل على عربية الكلمة يقول والقنطار المال العظيم من قنطرت الشيء إذا رفعته منه القنطرة لأنها بناء مشيد كقنطرة الرومي أقسم ربها لتكتنفا حتى تشاد بقرمدي وقيل القنطرة مرتفع من البنيان وقنطر الرجل ترك البدو وأقام بالأمصار والقرى وقيل أقام في أي موضع قام وقد جاءت اللفظة في القرآن الكريم يعني والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة فيهاية أخرى صحيح مقنطرة مقنطرة نعم مقنطرة هنا اشتقاء اشتقاء نعم ومعنى القناطير عند العرب الشيء الكثير من المال وهو جاء مقنطار يعني هي قد تكون عربية وقد تكون معربة معربة ممكن ممكن مدامت وردت يعني حتى قنطرة يعني وجاءت الاشتقاء أيضا في الحديث ابن أثير في النهاية يقول من قام بألف آية كتب من المقنطرين أي أعطي قنطارا من الأجل صحيح والأيضا منه الحديث أيضا أن صفوان بن أمية قنطرة في الجاهلية وقنطرة أبوه أي صار له قنطار من المال هذه أثار كثيرة إذن تدل على في أثار كثيرة تدل على عربيتها جميل أو من توافق لغة أو من توافق لغة نعم صحيح من ذلك مشاهدين الكرام في آية الكرسي بسورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ما معنى القيوم هنا وما لغتها نعم السيطي يقول القال الواسطي هو الذي لا ينام بالسريانية الراغب الأصفهاني يذكر معنى الآية ويقول القائم الحافظ لكل شيء نعم والمعطى له ما به قوامه وذلك هو المعنى المذكور في قوله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى نعم وفي قوله أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وبناء قيوم فيعول وقيام فيعال نحو ديون وديان كثرة ومبالغة نعم السامين الحلبي يذكر اشتقاق القيوم بما يفيد أنه يجزم بعربيته يقول بناء مفاعلة وزنه فيعول وأصله قيوم فقلبت الواو الأولى ياء لأجل الياء قبلها واضغمت الياء الأولى فيها ومعناه القائم الحافظ لكل شيء ويمقل كلام نعم كلام الراغب الأصفهاني وطبعا القرطبي نفس النظام يذكرون الاشتقاقات المختلفة فالكلمة عربية لوجودها باشتقاقاتها المختلفة فيها في أقل من دقيقة دكتور نأخذ الآية الأخيرة في قوله تعالى عوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا في صورة الإنسان ما معنى الكافور وما لغته هنا دكتور؟ السيطي يقول حكى الثعالبي أنه فارسي وكذا قال الجوالقي قال ابن ذريد فأما الكافور من الطيب فأحسبه ليس بعربي محض لأنهم ربما قالوا القفور والقافور وقد جاء في التنزيل مزاجها كافورا والله أعلم بوجهه نعم المفردات للأصفهاني ما يشير فيها ما يشير إلى أن الكلمة عربية قال والكافور اسم أكمام الثمرة التي تكفرها تغطيها نعم قال الشاعر كالكرم إذ نادى من الكافور وكذلك في عمدة الحفاظ السمين الحلبي قال سمي الكافور لستره الأشياء بطيبه ورائحته كما سمي كافورا لستره الثمرة ولها اشتقاقات طبعا نعم وفي طبعا كلام كثير ما يقوي عربية الكلمة كلام ابن فارس يقول في مخيص اللغة ويرد كل اشتقاقة المادة إلى الستر والتغطية الكاف والفاء والراء أصل صحيح يدل على معنى واحد هو الستر والتغطية في ختام هذه الحلقة نشكر ضيفنا أستاذ الدكتور حمدي بخية أستاذ اللغة العربية بجامعة جيرسون التركية شكرا جزيلا لكم بارك الله بكم بارك الله فيكم ورزاكم الله خيرا وإياكم نلقاكم إذا المشاهدين الكرام الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى وحلقة جديدة من لسان العرب في رعاية الله وحفظه اشتركوا في القناة